سلام الله عليكم أحبتي وعدنا لكم في آخر الأخبار فيما يخص دكرى الثانية والعشرون من عيد العرش المجيد عيد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وكما جاء في ملخص هذا الخطاب نقرأه لكم كخلاصة بحيث دعاء الملك محمد السادس نصره الله مساء اليوم المغاربة إلى اليقضة أمام استمرار انتشار فيروس كورونا مشيدا بدور الأطقم السحية والقوات الأمنية في مواجهة الجائحة وقال جلالة الملك محمد السادس في خطابه الدكرى الثانية والعشرين لعيد العرش إن اقتصاد المغرب يسجل مؤشرات إيجابية رغم تداعيات كورونا كما دع الملك محمد السادس نصره الله مساء اليوم السبت إلى الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد طبون إلى تغريب منطق الحكمة وتجاوز الخلافات معتبرا أنه من غير المنطق بقى الحدود مع الجزائر مغلقة وأضاف جلالة الملك محمد السادس في خطابه الدكرى الثانية والعشرين لعيد العرش أن ما يمس أمن الجزائر يمس أمن المغرب والعكس صحيح مؤكدا أن المغرب والجزائر توأمان متكاملا كما قدم أيات قرآنية فتحية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحية لك تحية جليلة لجلالة الملك محمد السادس لدائما يكمن في الأخوة ويعطي دروس الأخوة ودروس المحبة ودروس مع الشعب الجزائري الشقيق وكبلدان شقيقين مع الدول العربية والمغربية وجميع الدول الإفريقية تحية جليلة لملكنا محمد السادس وتحية جليلة لجيراننا الشعب الجزائري وتحية للسياسة الجزائرية تحية للجميع وتحية قديرة وقاديرة للملك محمد السادس على كل ما يقدمه لشعبه من اقتصاد البلاد ومن مساعدات شعبه ومساعدات حتى الأشخاص وحتى الناس خارج شعوبه يعني الملك محمد السادس دائما هو يساعد ويقدم المساعدات لجميع البلدان فما بالك عن شعبه وعن مغربه وعن بلده تحية جليلة لجلالة الملك محمد السادس ودائما فهو السباق للوحدة والأخوة والمحبة مع جميع الشعوب العربية ولعلها الدولة الشقيقة أو الدولة الجارة الجزائر فتحية لك جلالة الملك الله يطبع لنا سيدي